شاهد ما الذي حدث عندما قاموا بوضع طفل في الزيت المغلي أمام أعين أمه لن تصدق ماذا فعل الطفل سبحان الله ولكن إذا كنت مسلما ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو ولا تنسى أن تصلى على النبي فيكم امرأة صالحة كانت تعيش هي وزوجها في ظل الملك فرعون زوجها مقرب من فرعون وهي خالمة ومربية لبنات فرعون فمن الله عليهم بالإيمان فلم يلبت زوجها إن علم فرعون بإيمانه فقتله فلم تزل الزوجة تعمل في بيت فرعون تمشط لبنات فرعون وتنفق أولادها الخمسة تدعمهم كما تدعم الطير وأفراخها فبينما هي تمشط ابنة فرعون يوما وقع المشط من يدها فقالت بسم الله قالت ابنة فرعون الله أبي كلا بل الله ربي وربك ورب أبيك فتعجبت البنت أن يعبد غير أبيها ثم أخبرت أباها بذلك فتعجب أن يوجد في قصره من يعبد غيره فدع بها وقال لها من ربك؟ قالت ربي وربك الله فأمرها بالرجوع عن دينها وحبسها وضربها ولكنها لم ترجع عن دينها فأمر فرعون بقدر من نحاس فملأ بالزيت ثم أحمي حتى غالى وأوقفها أمام القدم فلما رأت العذاب أدركت أنها نفس واحدة تخرج وتلقى الله تعالى فعلم فرعون أن أحب الناس إليها أولادها الخمسة الأيتام الذين تكدح لهم وتضعمهم فأرد أن يزيد في عذابها فأحضر الأطفال الخمسة تدور أعينهم ولا يدرون إلى أين يساقون فلما رأوا أمهم تعلق بها يبكون فانكبت عليهم تقلبهم وتشمهم وتبكي وأخذت أصغرهم وضمته إلى صدرها وألقمته تديها فلما رأى فرعون هذا المنظر أمر بأكبرهم فجره الجنود ودفعوه إلى الزيت المغلى والغلام يصيح بأمه ويستغيط ويسترحم الجنود ويتوسل إلى فرعون يحاول الفكاك والهرب والأم تبكي وتنظر وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم الصغيرة حتى داب لحمه من على جسمه النحي وطفحت عدامه بيضاء فوق الزيت نظر إليها فرعون وأمرها بالكفر بالله فأبت عليه ذلك فغضب فرعون وأمر بولدها الثاني فسحب من عند أمه وهو يبكي ويساق وما هي إلا لحظة حتى ألقي في الزيت وهي تنظر إليه حتى تفحت عدامه بيضاء واختلطت بعضام أخيه والأم تابتة على دينها مقينة بلقاء ربها ثم أمر فرعون بولدها الثالث فسحب وقرب إلى القدر المغلى ثم حمل وغيب في الزيت وفعل به ما فعل بأخوي والأم تابتة على دينها فأمر فرعون أن يطرح الرابع في الزيت فأقبل الجنود إليه وكان صغيرا قد تعلق بتوب أمه فلما جذبه الجنود بكى وانطرح على قدمي أمه ودموعه تجري على رجليها وهي تحاول أن تحمله مع أخي تحاول أن تودعه وتقبله وتشمه قبل أن يفارقها فحالوا بينه وبينه وحملوه من يديه الصغيرة وهو يبكي ويستغيث ويتوسل بكلمات غير مفهومة وهم لا يرحمونه وما هي إلا لحارات حتى غرق في الزيت المغلى وغاب الجسد وانقطع الصوت وشمت الأم رائحة اللحم وعالت عظامه الصغيرة بيضاء فوق الزيت يفور بها تنظر الأم إلى عظامه وقد رحل عنها إلى دار أخرى فجاهدت نفسها أن تتجلد وتتماسك فالتفت إليها وتدافع حولها وانتزع الخامس الرضيع من بين يديها وكان قد يلتقى متديها فلما انتزع منها صرخ الصغير وبكت المسكينة فلما رأى الله تعالى دلها وانكسارها وفجاعتها بولدها أنتقى الصبي في ماده وقال لها يا أمه صبوري فإنك على الحق ثم انقطع صوته عنها وغيب في القدر مع إخوته ألقي في الزيت وفي فمه بقايا من حليبها وفي يده شعرة من شعرها وعلى أتوابه بقية من دمعها وذهب الأولاد الخمزة وهي عظامهم يلوح بها القدر ولحمهم يفور به الزيت تنظر المسكينة إلى هذه العظام الصغيرة عظامهم إنهم أولادها الذين طالما ملأوا عليها البيت ضحكا وسرورا إنهم فلدات كبيرها وعصارة قلبها الذين لم فرقوها كأنما قلبها أخرج من صدرها طالما ركضوا إليها وارتموا بين يديها وضمتهم إلى صدرها وألبستهم تيابهم بيدها ومسحت دموعهم بأصابعها ثم هاهم ينتزعون من بين يديها ويقتلون أمام ناظريها وتركوها وحيدة وتولوا عنها وعن قريبا ستكون معهم كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين هذا العذاب بكلمة كفر تسمعها لفرعون لكنها علمت أن ما عند الله خير وأبقى ثم لم لم يبق إلا هي أقبلوا عليها كالكلاب فدفعوها إلى القدم فلما حملوها ليقذفوها في الزيت نظرت إلى عظام أولادها فتذكرت اجتماعها معهم في الحياة فالتفتت إلى فرعون وقالت له لإليك حاجة واحدة فصاحبها وقال ما حاجتك؟ فقالت أن تجمع عظام وعدام أولادي فتدفنها في قبر واحد ثم أغملت عينيها وألقيت في القدم واحترق جسدها وتفت عدمها ما أعظم تباتها وأكثر توابها ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء شيئا من نعيمها فحدت به أصحابه وقال لهم في مراواه البيهقي لما أسري بمرت برائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة فقيل لهذه مشطة بنت فرعون وأولادها الله أكبر تعبت قليلا لكنها استراحت كثيرا مضت هذه المرأة المؤمنة إلى خالقها وجورت ربها ويرجى أن تكون اليوم في جنات ونهر ومقعد صدق عند ملك مقتدر وهي اليوم أحسن منها في الدنيا حالا وأكثر نعيما وجمالا أحبائي في الله ما دمتم قد أتممتم الفيديو لآخره لا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لو أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب واشتركوا الآن في القناة ليصلكم منا كل ما هو جديد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر